شهدت مدينة تاعز اليوم وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة بالقبض على قتلة التربوي أنور عبد الفتاح الصوفي وفي وقفة الاحتجاج الثانية التي دعت إليها أسرة الضحية جدد المشاركون تمسكهم بمطالب القبض على بقية العناصر المتورطة في جريمة مقتل التربوي الصوفي وتقديمهم إلى المحاكمة وأقيمت في الوقفة صلاة الجنازة على جثمان الضحية قبل نقله إلى مسقط رأسه في مديرية جبل حبشي حيث سيوار جثمانه هناك والخميس الماضي دعت أسرة الضحية إلى وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة لمطالبة السلطات المحلية والجهات الأمنية بالقبض على قتلته واغتيل التربوي الصوفي والذي يشغل وكيل مدرسة الإحسان أثناء عودته إلى منزله في مدينة النور غربية مدينة تعز في الثامن عشر من فبراير الماضي الأستاذ التربوي أنور عبد الفتاح الصوفي الذي قتل مظلوما مغدورا به على أيدي جماعة مسلحة ظالمة تمتهن السلب والنهب والاجترار على هذه الفوضى مطالبنا واضحة هي مطلبنا ومطلب كل رجل هنا أتاء وامرأة هناك ثلاثي بأن مطالبنا هو القصاص من القتلة القصاص محافظة على أمن مدينة تعز ومحافظة على رجالها ونسائها وطلابها اليوم خرقنا بالمسيرة الاحتجاجية للمطالبة بالقب على قتلة الأستاذ التربوي القدير أنور الصوفي نحن منتظرين من السلطات القضائية ومن أجهزة الأمن والجيش القب على القتلة اليوم سيتم تشييع قثمان المغدور به الأستاذ التربوي القدير أنور الصنوي أنور الصوفي نحن نطالب القهة المعنية بسرعة الخبر على القتلة